موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامج حادث صحفة نبلغها من شبكة شام التي نشرت مقالة لزين مصطفى بعنوان هل الثورة ثورتهم وما تبقى أرقام؟ حيث شكل ظهور رئيس الائتلاف الوطني خالد خوجة مع رئيس تيار الدولة لؤي حسين في مؤتمر صحفي المشترك صدمة للجميع وحمل في طياته ألاف إشارات الاستفهام حول هذا الجمع وكيفيته وإلى أين يرميه ظهر خوجة مع انطلاق المؤتمر مرتبكا ويتلك في قراءة البيان بيان اعتدناه وبذات الأسلوب قبله حسين بقبول وتوافق مع إبداء السرور به وكذلك التشديد على أن نظام الأسد غير قابل للحل السياسي بل يجب التخلص مما وصفه بالطغمة في دمشق ولا شك أن اجتماع المعارضة السياسية دليل على بداية تعافي الجسد السياسي الرث للثورة السورية وأن الأمور تتجه نحو الأفضل ولكن لا زلنا في بداية الطريق ولا داعي إلى أن يتم توزيع سقوك التوافق وعدم التوافق أو شهادات القبول والرفض تجاه الثوار العاملين على الأرض فهو شيء غير مطلوب بتاتا وإن كان خلال هذه الفترة فليس من حق حسين أو خوجة أو أي كان ممن يعملون في السلك السياسي أن يهاجم أو يحدد الطريق لمن هو على الأرض ويواجه الأسد وحلفائه على مدى السنوات الأربع الماضية محيدا دون معيل محيدا دون معيل وإنما محاربا من الجميع ورغم ذلك يدب على العمل والمواجهة اختيار لأي حسين وغيره ممن ستحفل بهم الأيام القادمة ليتشاركوا مع الائتلاف يجب على الائتلاف إن كان يبحث عن سك تمثيل واقعي وحقيقي أن يضع كل معارض في القالب الذي يناسبه ويتجانس مع عدد من يمثلهم ويتكلم نيابة عنهم فلؤي الحسين الذي لا يمثل إلا العشرات أو المئات إن تجاوزنا كل الإحصائيات العقلية هو من أشد المعارضين للعمل الثوري المسلح الذي دفعنا إليه نظام الأسد والميليشيات المساندة له وحتى علم الثورة لا يجد حسين فيه ما يجذبه بل شيء يرفضه وطالب بإبعاده عن منصة المؤتمر والغريب أن الاستجابة كانت سريعة فلؤي حسين يرأس تشكيل سياسي كبير صحيح أنه تم حله حالياً لكن يبقى الرئيس رئيس لو بدون كرسي لؤي حسين الذي لا ينفك عن المطالبة بالتطمينات لطائفة العلوية ولم يوجه لهم أي إدانة أو مجرد توجيه رسالة لهم للوقوف إلى جانب الشعب اليوم لؤي حسين وغداً حسن عبد العظيم وليكن قدر جميل حاضراً في قادمة الأيام لما لا؟ فالثورة هي ثورتهم هم من ضحى وفني في القصف والذبح ودفن حياً في المعتقلات موقع تورك بريس نشر مقالة لمصطفى قاسم بعنوان لا يدفن الرجال رؤوسهم في الرمال حيث يشير الكاتب لأن العالم المعاصر لم يشهد منذ العالمية الثانية مأساة بحجم مأساة الإنسان السوري العدد المعلن للقتلى تجاوز الثلاثمائة ألف قتيل بين رجل وامرأة وطفل وعدد المصابين ما بين إعاقة دائمة أو جزئية أو إصابة قابلة للشفاء يزيد عن عدد القتلى بكثير أما عدد المخطوفين والمختفين قصرياً والمعتقلين الذين تعرضوا لتصفية الجسدية فليس ثمت آلية للوقوف عليه ولكنه لا يقل عن مئات الألوف أما المهجرين من مدونهم وقراهم فقد جاوز الملايين العشرة ولأسباب أصبح سرها معلناً شاركت الكثير من دول المنطقة والعالم في المذبحة دون رادع وجداني وكل ما اقترفه هذا الشعب من ذنب أنه رضخ للذئب الذي قدم هذا الشعب في السلم والحرب مطية وضحية لأعداء الأمة التي تولى الحكم فيها وعندما ركب السوريون قوارب الهجرة إلى البلاد البعيدة لم تتحمل القوارب أعدادهم وآلامهم فأبحرت بهم إلى قاع البحر الأبيض المتوسط لتكمل حيوانات البحر افتراس من نجى من حيوانات البر لم يرتكب السوري ذنباً كل ما فعله أنه رفض استمرارية نهج الظلم الذي نهجه النظام الحاكم في هذه الظلمة المدلهمة والقصف المصم والحر الحارق والبرد القارس والإنهاك والرعب كان هناك باب واحد مفتوح لم يغلق لقد كان ذلك الباب هو باب الجمهورية التركية لقد أثبتت الأمة التركية أنها أمة الرجال وأمل المظلومين بل هي أمل الإنسانية الحقيقية وحاملة راية الإسلام كرسالة سلام عالمية وإن هذه الأمة ستتابع بإذن الله مسيرتها على دروب على دروب خطها الحق لرجال آمنوا أنهم حملة رسالة إنسانية عالمية ومهمتهم إعمار الأرض صحيفة مليات التركية نشرت مقالا لسامي كوهين بعنوان شيء ما يحدث في سوريا ويتساءل الكاتب هل يترى ما يجري الآن من وقائع ميدانية يدل على بداية انهيار النظام الأسدي في سوريا وعلى الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن جواب نهائي لهذا السؤال إلا أننا عندما ننظر إلى الوقائع الميدانية والصراعات العسكرية باستطاعتنا القول إن مستقبل الأسد دخل في مرحلة حارجة جدا وأهم هذه الأحداث والتطورات هو السيطرة على محافظة إدلب ومنطقة جسر الشغور في شمال البلاد وهذين الحدثين دليل واضح على خسارة الأسد عسكريا هناك حدث آخر يعتبر أيضا بمثابة تهديد خطير لمستقبل الأسد في سوريا وهو أن هناك تصدعات كبيرة داخل الجهاز الاستخبارتي الذي يعد العمود الفقري لنظام الأسد فبحسب ما نشرته صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية فإن النظام الأسدي قام باعتقال رئيس جهاز الاستخبارات علي مملوك بحجة تعامله مع أجهزة الاستخبارات التركية وقد قام بعض الخبراء بتحليل هذا الحدث على أنه بداية فكاك نظام الأسدي من التاخل وبالتزامن مع ذلك فمن الواضح أن الاتفاق الثلاثي الذي جرى بين تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية بخصوص رفع مستوى الدعم العسكري للمعارضة السورية انعكس بشكل إيجابي على مجريات الأحداث في ميادين القتل وبحسب تصريحات المعارضة السورية فإن تركيا وقطر والسعودية قامت بدعم جيش الفتح عسكريا ولوجستيا حيث قدمت هذه الدول المعدات القتالية والخطط العسكرية لعناصر هذا الجيش الحديث إن هذه الاتفاقية الثلاثية تعد بمثابة الاستراتيجية الجديدة للحكومة التركية حيال القضية السورية وإن هذا الدعم الثلاثي للمعارضة السورية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن القيادة التركية وضعت نصب عينيها مسألة التدخل في القضية السورية بشكل فعال أكثر مما كانت عليه في السابق نشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا لمراسلها في اسطنبول كيم سينجوبتا بعنوان تركيا والمملكة العربية السعودية صدمت الدول الغربية بدعمهم الجهاديين المناهضين للأسد وقال كاتب التقرير إن المعركة ضد الرئيس السوري تتجه نحو الفوضى لأسيما أن تركيا والسعودية لا تلتزمان بأمنيات الولايات المتحدة بعدم دعم المعارضين الإسلاميين المتشددين وأضاف أن تركيا والسعودية تدعمان بقوة ائتلافا إسلامي يقاتل ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد مشيرا إلى أن هذا الائتلاف يضم القاعدة في سوريا وهو أمر أقلق الحكومات الغربية واردف كاتب التقرير أن البلدين يسعيان إلى توفير الدعم للمعارضة السورية من بينها جيش الفتح وهو اتحاد عسكري بين قوات المعارضة السورية يضم جبهة النصرة وهي جماعة متشددة لديها الكثير من القواسم المشتركة مع تنظيم الدولة الإسلامية السعية لإقامة دولة الخلافة الإسلامية وأوضح كاتب التقرير أن قرار تركيا والسعودية بدعم جبهة النصرة التي تلعب دورا رئيسيا في الحرب الدائرة في سوريا أثر قلق الحكومات الغربية والولايات المتحدة التي تعارض وبقوة تسليح الجهاديين ودعمهم ماليا خلال الحرب الدائرة في سوريا وختم بالقول إن دعم تركيا والسعودية لجيش الفتح يهدد بنسف مخطط واشنطن القاضي بتدريب مقاتلين مؤيدين للغرب مشيرا إلى أن عدد هؤلاء المقاتلين قليل إلا أنه هام لقتال عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وليس النظام السوري وهذا ما تصر عليه وزارة الخارجية الأمريكية صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالة لسامير عطلة بعنوان عهود المخادعين ثلاثة ملايين جنتي حيث يروي الكاتب حكاية من كتاب حلف الشياطين لروجر مورهاوس حكاية المعاهدة التي وقعها سترين وهتلر عام 1939 كلهما تعهد في نص ودي لا يصدق عدم الاعتداء أو المشاركة في اعتداء أو التحالف مع عدو لأي من الفريقين ثم جاء فجر الثاني والعشرين من حزيران عام 1941 فجأة بدأ الألمان بقصف القوات السوفيتية على جبهة طولها 1300 كيلومتر من بحر البلطيق إلى البحر الأسود ألوف الدبابة تقصف وخلفها ثلاثة ملايين جندي يتقدمون عبر مكان يعرف بحدود السلام في برلين استدعى وزير الخارجية الألماني ريب تروب السفير السوفيتي ليبلغه أن قوات الفهرر قررت التصدي لعدوان الجيش السوفيتي على أراضها كان الوزير قد تناول الكثير من الخمر لكي يستطيع أن يبلغ السفير بالأمر فهو الرجل الذي وقع معاهدة عدم لاعتداء مع مولوتوف وزير خارجية ستالين لم يصدق ستالين نبأ الزحف بداية الأمر ثم قيل له أن الألمان دمر 1500 طائرة مقاتلة سوفيتية وهي جاثمة على الأرض وما تبقى من السلاح الجوي لم يكن كثيرا وفي اليوم التالي كان يقتل جندي سوفيتي كل ثانيتين وأخيرا أيقن ستالين أن المعاهدة كانت خدعة أخرى وأرسل مولوتوف يقرأ رسالة إلى الأمة باسمه كذب كل ما قيل عن الخروقات السوفيتية لحدود إن حكام ألمانيا الفاشيست المتعاطشين للدماء قد استعبدوا الفرنسيين والاتشيك والبولنديين والصرب والنرويجيين وبلجيكا والدنمارك وهولندا واليونان ودول أخرى لكن الجيش الأحمر وشعبنا سوف يخوضونها حربا مجيدة من أجل الشرف والحرية وفي نهاية اليوم الأول كانت الفرق العاشرة من الجيش الأحمر قد بقي منها خيام القيادة أما الخسائر في صفوف الفرق الأخرى فكانت أطخم بكثير وكتب أحد الضباط الروس لاحقا لم يبقى من كتيبة الرماية ستة وخمسين سوى اسمها لكن هل لاحظتم أي مشابهة حتى الآن صدام حسين يربط على كاتف جابر الأحمد مرحبا بجابر العرب وبعد أسابيع قليلة يتهم الكويت والإمارات بالعمل على خفض سعر النفط وإفقار العراق تخيلوا المشهد الكويت تحاول إفقار العراق يتكرر ذلك دائما ليس فقط في حكاية لفونتين الذئب والحمل الذي يعكر عليه صفو النبع بل بين الأصلاف أيضا ولم أستطع أن أفهم كيف كان ستالين يحصي أنفاس الروس ولم يعرف أن ثلاثة ملايين جندي ألماني يستعدون للزحف على أراضيه أم هو المشهد ذاته في مصر صلاح نصر يعرف ألوان المخادع السرية ولا يعرف أن السلاح الجوي المصري سيدمر فجر ذلك النهار المذل مجلة أكسوجين نشرت مقال لمازن كام ألماظ بعنوان قمع الإنسان من المهدي إلى اللحد حيث يرى الكاتب بأنه بشكل غريب تتشابه المدرسة مع الجامعة مع الثكنة مع المعمل حتى مع المشفى أسوار عالية بوابة وحيدة حديدية سوداء داخلها يخضع كل شيء للإدارة التي تراقب الجميع وتملك وحدها حق محاكمتهم وعقابهم الملابس الموحدة وغيرها تستخدم كرموز لتمييز التلاميذ أو الطلاب أو الجنود أو العمال وتصنيفهم كهوية لهم المدرسة والجامعة هي أماكن تلقين الفتيان والفتيات ما يراد منهم أن يعرفوه وما تحتاج السلطاء المهيمين أن يتعلموه ويفترض بهم أن يقبل كل ما يقال لهم على أنه مطلق الصحة ويطالب التلاميذ فقط بالانضباط ولا يطالب التلاميذ فقط بالانضباط أيضا بل أيضا بالاجتهاد أن يتفوقوا على أنفسهم وعلى بعضهم في حفظ كل ما يلقنهم تقمع كل محاولة عندهم للتفكير أو التصرف بشكل مستقل أو نقضي أو مخالف هكذا يعدون ليصبحوا هكذا يعدون ليصبحوا رجال المستقبل ليخدموا أوطانهم أو مجتمعاتهم حيث سيطالبون بالعمل بكل تفان لصالح السيد انتهاءا بالموت في سبيل الوطن تخلق المدرسة والجامعة وفيما بعد الثكنة كائنات خائفة خجولة منتهكة مستلبة مقموعة تصل إلى حالة الجندي إلى مستوى تنفيذ الأوامر دون أي تفكير أو تردد مجرد ماكينة قتل غبية في سبيل الوطن إن كم الإيحاءات التي تمارس ضد البشر في الثكنة هي الأغزر والأكثر هماجية لأن هدفها خلق ماكينات قتل غبية حيث يلقن الجنود أنهم يتدربون للدفاع عن الوطن تسحق كرامتهم ويذلون ويمتهنون وتغرس فيهم كراهية كائنات غير مرئية كل هذا لخلق أغبى درجات السمع والطاعة داخلهم الجامعة هي المكان الوحيد الذي يتمتع فيه الطلاب بدرجة أكبر نسبيا من الحرية السبب هو أنها تتعامل أساسا مع كائنات متمردة في أصعب مراحلها العمرية لذلك تعمل على تدجينهم إطفاء لهيب ثورتهم والقضاء على ضمائهم للمثل العليا أو بكلمة دمجهم في المجتمع ليصبحوا مواطنين صالحين ينتقل الإنسان من العائلة الذكورية الأبوية حيث تبدأ عملية مسخه وتلقينه ما يراد له أن يعرف وينتقل من مؤسسة قمعية إلى أخرى ليستكمل أخيرا تحوله إلى روبوت مطيع خانع ينتهي هذا عادة في المعمل أو المكتب حيث يجب عليه أن يعمل بتفان حتى نهاية لصالح السيد أو صاحب العمل أو السلطة ليس هذا فقط بل إنه سيصبح عندها أبا يقمع أطفاله كأن أعلى تختزل كل ما عاشه هو نفسه من قمع وتحاول أن تقمع ذوات أطفاله وأدواتهم ولا وعيهم سينهي حياته بأن يصبح الأداة الأولى في تجين أطفاله هو بالذات لحساب نفس السادة الذين قمعوا لهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة ونترككم برعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة